ماذا سنفعل بناقة صالح هذه؟ هل ستبقى بيننا؟ أنا لم أعد طيقها في الشتاء تتجه إلى المكان الدافئ وتبقى ماشيتنا ترتجف من البر وفي الصيف تختار لنفسها أكثر الأماكن برودة فتهرب ماشيتنا إلى الحر حتى كادت تموت وصالح لا يقف عن دعوته وعن تحذيرنا بعدم المساس بها أنا لا أصدق ولا أنا أيضا لم تقولوا بعد ماذا سنفعل بها؟ ماذا ثرات لا 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 سنها ثرات لا لا يمكن أن أخذك أنا أخذك نعم الرأي نعم الرأي ها قد اخترناكم تسعة من أشد الوحي رجالنا وأكثرهم قسوة ذهبوا إلى الناقة ولا تعود إلا بعد أن تنحروها وتتخلصوا منها ولا تنسوا صغيرها الذي ولدته حديثا إنحروه معا غدا في عمق الليل سننفذ خطاتنا ها قد اخترناكم تسعة من أشد الوحي 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 وهكذا قتلت الأيد الآثمة الناقة المباركة ولم يبقى سوى أن يحل عذاب الله لقد قتلت ناقة صالح كيلة أنت أيتها الناقة قتلها الكفار النبي صالح غاضب منكم لقد حذركم من أن تمسوا ناقة الله بأذى صالح يقول لكم انتظروا عذاب الله جزاء بما فعلتم بعد أيام ثلاثة أجل أجل قتلناها وليأتي صالح بهذا العذاب ها قد غاضرنا صالح مع من آمل به من جماعته حسنا فعل فقد استرحنا منهم أجل أجل فهو لم يتوقف يوما عن الدعوة لعبادته الله يقول إن غضب ربه وعذابه سيحلان بنا بعد ثلاثة أيام لننتظر إذن ونرى كيف سيكون ذن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانقضت الأيام الثلاثة وماء انبلج فجر اليوم الرابع حتى اهتزت الأرض بغضب الله اشتركوا في القناة 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 يا ليتنا أمث بما قالت شكرا لله أن أرسل إلينا نبيه صالحا ليهدينا إلى عبادته وينجينا من عذاب أليم محمد ختامه أتته كل المعجزات يكيه للقرآن ما فيه من ماض ولا صلوا عليه وسلم وعلى جميع المرسلين